السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطفالنا الحلوين الصغيرين والكبار والمميز كمان النهاردة ان شاء الله هنحكي مع بعض حكاية ويا رب تعجبكم والمميز الحلوين متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب يلا بينا نبدأ حكايتنا كان يا مكان يا سعد يا اكرام ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرة سيرك كبير والسيرك ده كان في مجموعة من القرود وفيهم ارد اسمه نمرود والارد ده كان زكي وشاطر جدا وكان بيعرف يركب العجلة في السيرك كويس جدا وبعدين في يوم من الايام نمرود قاعد يقول لاخواته القرود المدرب ده بيقعد يتعبنا احنا نهرب ونسيبه بس اخواته ما كانوش راضين ومش موافقين وبعدين نمرود قاعد يقول لهم ايه ده انتو خايفين انتو خايفين ليه كده انا هسيبلكو السيرك وههرب لوحدي وبعدين لما جه الليل نمرود ساب السيرك وهرب لوحدي ودخل بيت في قرية صغيرة جنب السيرك والبيت ده كان فيه مغزن والمغزن كان فيه اكل ونمرود لما دخل اعاد يأكل الاكل الموجود ويبهدل المكان ويكسر الاطباق وبهدل الدنيا خالص وبعدين لما النهار طلع الفلاح صاحب المغزن رح يشوف ال ايه ده مين اللي بهدل المكان كده انا لازم ابلغ الشرطة وراح بسرعة للشرطة وبلغهم ان المغزن بتاعه اتسرق وبعدين زابط الشرطة قاعد يسألوا ازاي حصل كده وجاب الزباط واقعدوا يجهزوا خطة ان هما يقدروا يقبضوا على اللص ده وبعدين الشرطة استعانت بالكلب بانهم يشمموا اثر اللص عشان يعرفوا طريقه ويقدروا يمسكوه فدل الكلب ماشي 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 مع الشرطة هو قاعد يشم ريحة اللص في الارض والشرطة والفلاحين ماشيين وراه وبعدين الكلب وصل عند شجرة واقعد ينبح بصوت شديد جدا على طول على طول ونمرود كان قاعد فوق الشجرة وقاعد يحاول يخبي نفسه عشان محدش يقدر يشوفه فالكلب فدل ينط على الشجرة ينط بسرعة ويعود ديل نمرود ونمرود يصرخ يصرخ يقول سبوني سبوني وبعدين في اللحظة دي وصل المدرب بتاع القرود ونمرود اتأسف له وقال له انا غلطان خدني معاك انا اسف ونمرود رجع السيرك اللي هرب منه وقاعد مع أخواته وهو مكسوف وبكده تكون حكايتنا خلصت واستفدنا منها النهاردة اننا لازم نستأذن قبل ما نخرج من البيت وغلط اذا خرجنا من غير من استأذن كمان غلط اننا ناخد حاجة مش بتاعتنا واننا لازم نعتذر لما نعمل حاجة غلط كمان عرفنا ان الكلاب بتقدر تساعد الشرطة في ان هي تمسك اللصوص وتوتا توتا خلصت الحدوت قلوا لنا اذا الحكاية عجبتكم واستفدتم منها شوفكم على خير ان شاء الله في حدوتة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته